اجتمع معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية اليوم بمعالي الدكتور سوبراما نيام جايشان كار وزير الشئون الخارجية بجمهورية الهند وذلك على هامش مشاركة معالي وزير الخارجية في اعمال مؤتمر القمة الخامسة لتجمع التفاعل واجراءات بناء الثقة في اسيا بمدينة دوشنبا في جمهورية طاجكستان وخلال اجتمع عرب معالي وزير الخارجية عن خالص تهنئته لمعالي الدكتور سوبراما نيام جايشان كار بمناسبة توليه منصب وزير الشئون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة متمنيا له كل التوفيق في الاطلاع بمهامه ونوه معالي وزير الخارجية بمسار العلاقات التاريخية القوية والوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة وما تتسم به من تطور ونماء مستمرين بفضل الحرص المشترك على دفع هذه العلاقات وتنمية مختلف مجالات التعاون الثنائي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين مشيدا معالي باستمرار التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية من جانبه نوها معالي الدكتور سوبراما نيام جايشان كار بمتانة العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين مؤكدا حرص جمهورية الهند على تعزيز أوجه التعاون المشترك على كافة الأصعدة متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهر